السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بيكو مرة تانية الربح من اليوتيوب اكتر من الف دولار الاف دولارات حرفيا بطريقة يمكن تكون سهلة للبعض ويمكن تكون صعبة للبعض وده يرجع لمدى تفكيرك ومجهودك فيديو النهاردة هكلمك فيه عن ازاي تقدر تنشئ فيديو او رسوم متحركة او كارتون زي ما تسميه سميه وتقدر تجيب منه ارباح محترمة من اليوتيوب ببساطة شديدة سمعك اللي بتقول اليوتيوب لغى دعم عن قنوات الاطفال يا ريان شوف لك حاجة تانية ثانية واحدة بس اصخح لك المفاهيم اليوتيوب هنا ما جفلش القنوات خالص او ما جفلش الدعم عن القنوات خالص ولكن فيه قوانين محددة هي اللي بتحد من انتشار القنوات دي ولكن القنوات موجودة فعلا وفيه تطبيق كامل اسمه يوتيوب كده شغال على الاساس ده وفيه قنوات موجودة حاليا على اليوتيوب وبتقدر تشوفها من التطبيق اللي انت بتشوفني عليه حاليا اليوتيوب العادي وفيها اعلانات يعني الاعلانات اصلا ما تجفلتش من الموضوع ده ولكن اتقيدت يعني اتقيدت يعني اعلانات معينة هي اللي هتظهر عندك وده ما يضرش في حاجة بالمناسبة لان اعلانات الاطفال كتيرة جدا جدا وانت لو هتركز في جوجل ادسنس بس فانت مش هتكسب انت مش هتكسب حاجة انت هتفوت كتير جدا جدا من الارباح اللي ممكن تكسبها من حاجات تانية غير جوجل ادسنس في اليوتيوب علشان كده مجل قهوة في ايدك واصباعك الكويس جدا جدا ده واضغط على زرار اللايك بعد اذنك ويشترك في القناة لسه مشتركتش لازم زرار اللايك بالمناسبة عشان هو اللي بيساعدنا اننا نكمل في المحتوى على اليوتيوب فساهم في نشر المحتوى ويكون لك السواب زي انا بالزبط نخش بقى على صور من غير ما نطاول عليكم الاداء والموقع المجاني اللي في ايوة خطط مدفوعة ولكن هتشتغل عليه بشكل مجاني من غير ما تدفع فلوس هو موقع اني ميكر ممكن فئة قلعيلة جدا جدا اللي هي واحد من عشرة منكو يعرفوا الموقع ده والباقي خالص ما يعرفش الموقع ده وما عرفش ازاي استغله انا هكلمك النهاردة عن ازاي تستغل الموقع ده في انشاء فيديو انيميشن ممكن تشتغل به في مواقع العمل الحر زي موقع فريلانسر او موقع خمسات او كفيل او حتى فايفر يعني تشتغل على المواقع دي بعيدا عن يوتيوب او تنشئ قناة يوتيوب اصلا مختصة بالانيميشن وتشتغل بيها او تعمل قناة خاصة بالادعية او تعمل قناة خاصة بالاخبار ولكن واجهها انيميشن افكار كترة جدا جدا يمعلم بس لشغل دماغه انا جاي النهاردة اديكم المقدمة وعرفك على الموقع والادوات اللي موجودة جواه وازاي تشتغل به وازاي تكسب منه وبعد كده بازن الله هشرح لكم شرح مفصل عن كل حاجة جوا الموقع ده بناء على طلبكو هتلاقي اللينك دايريك تموجود تحت فيه بعد ما تخش هنا عندنا اصدارين للموقع الاصدار الجديم اللي هو الاندرويد او الانيميكر واحد بوينت زيرو ليه ده وليه الاصدار الجديد الاصدار الجديم بيحتاج منك تفعل الفلاش لانه شغل على الفلاش وهو بسيط شوية الاصدار الجديد في حاجات اجد من الجديمة فانت ممكن تشتغل على الجديد وممكن تشتغل على الجديم براحتك دوس كده على عشان تسجل تسجيل سهل جدا جدا بالمناسبة انا هعمل لوك ام باستخدام الاميل بتاعي في الاتنين وهارجع لك ده كده اللوحة الخاصة بي الاصدار الجديد الاصدار البيتا اللي لسه بيحديثوا فيه طبعا وهيجا صور فيه حاجات تانية كتيرة وده كده اللوحة الخاصة بي الاصدار الجديد اللي هو خلاص دوس كده على كرية فيديو هنا وتعالى هنا اختار الحاجة اللي انت عايزها الكاتيجوري اللي انت عايزها طبعا عندك انت اكتر من كاتيجوري ممكن تعمل للفيسبوك يكون ممكن تعمل تكون ممكن تعمل حاجة لليوتيوب تكون حاجة 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 في برويجيكت سبعا ممكن اكون اشتغلت عليها تظهر لك هنا لو دوست هتلاقي حاجات تانية اكترة جدا جدا بالمناسبة كل الحاجات دي ممكن تشتغلها بشكل مجاني وتستغلها في الربح من اليوتيوب او الربح من الانترنت بمعنى صح عندنا اكتر من حاجة ممكن نشتغل بها خش كده مسلا على اليوتيوب تمام اكفل انا دي واجي هنا يا شباب عندنا نفس الفكرة انت بتختار من هنا اه التمبلت اللي ممكن تشتغل عليه او بتعمل خاص بي اواريكم بس كده مثال على الاصدارة الجديمة دوس كده على بريفيو طبعا هلغي الصوت عشان ما يكونش في حجوك ده كده معمول بالبرنامج اللي انت شايف قدامك او الموقع اللي انت شايف قدامك زي ما تشافين طبعا فيها ممكن تحرك ده شمال يمين خلاص ده كده الاصدار الجديم دوس كده على دي دوس كده على كلمة تعال هنا بيفتح معنا الاصدارة الجديدة طبعا الاصدارة الجديدة زي ما تشافين حاجات متحدثة اشكال كويسة في اه كاركتر اكتر في احداث اكتر في خلفيات اكتر ممكن تشتغل بها بفكر اوسع شوية ولكن هنستنى شوية لحد ما تحمل معانا حملت معانا بالشكل اللي انت شايفه قدامك دلوقتي طبعا في اختلاف شاسع ما بين اللوحة اللي ظهر قدامك دي واللوحة اللي هتظهر قدامك بعد ثواني لازم طبعا تفعل من هنا الفلاش ده لازم عشان تشتغل على الاصدارة الجديمة اللي هي وان بوينت زيرو ولكن الاصدارة الجديدة ممكن تشتغل من غير فلاش عادي جدا تمام هستنى شوية بس لحد ما تفتح معايا دي زي ما هو شايفين في اختلاف شاسع ما بين اللي ظهر قدامك دلوقتي طبعا بيعلمك هنا هتعمل فيديو تو دي تعمله ازاي هتعمل فيديو انفو جرافيك تعمله ازاي هتعمل حاجة يعني خلفية بيضة او زي مسلا اه كراسة وبيترسم عليها الخطوات والكلام ده ممكن برضو تعملها بالمناسبة من هنا هنشرحها بازن الله في الكورس ولكن في الايام اللي جاية تمام دي كده الواجهة بتاعة الاصدارة الجديمة دي سهلة جدا جدا لايحد ممكن يشتغل عليها الواجهة دي بقى الاصدارة الجديدة بانكم برضو تشتغل عليها عندنا هنا مش موجودة هنا يعني في هنا حاجات خلاص مش موجودة معنا هنا في هنا خلفيات مش موجودة معنا هنا فهاشرح الاتنين وهوضيك الاتنين بيعملوا ايه تعال هنا كده مسلا على الخلفية دي مسلا واختار معايا خلفية انيميتد مسلا تعال كده على طبعا من هنا ممكن تختار اي خلفية انت عايزها خلفية للفيديو بتاعك يعني السين المشهد اللي انت هتعمله لانك هتبني سيناريو في دماغك هتبني سيناريو ازاي يعني مسلا ان الشخصية بتاعتي هتبقى موجودة مسلا على السرير فالمنبه هيدرو فهو يجوم الشخصية نفسه آآ تجوم بعد كده يطلع على الحمام ياخد له دوش بعد كده يطلع آآ يفطر بعد كده ياخد الشنطته بعد كده يطلع على العمل مش عارف ايه كل الكلام ده سيناريو انت هتعمله ونبقى نقشه بازن الله في باقي في فيديوهات الكورس تمام انا اختار معاكم مسلا من هنا واختار معاكم خلفية بسيطة زي خلفية دي مجرد ما بتدوس عليها بتشتغل معك زي ما انت شايفين دي خلفية غيوم حد نازل تحت يعني هو فوج وواجع طيب عايز انا كاركتر اعمل يا روح على الكاركترز من هنا واختار كل دي كاركترز متاحة معايا الكاركترز طبعا اللي يظهر لك عليها كده يبقى الكاركترز دي بمعنى صح مش مجانية لازم ان تفعل او تشتري عضوية عشان تقدر تستخدمها احنا مش عايزين يعني ببساطة شديدة عندك كل الحاجات دي مدفوعة مش عايزينها احنا عايزين بس حاجات من المجانية اللي ظهر قدامك دي كلها مجانية تمام اه اللي ما فيش تحتها بوردر من تحت كده لونه لبن تقريبا او اللون داي بل حاجات دي مجانية معاك في هنا حاجة مثلا الموميا خلاص انا دست عليها بس مجرد ما بتدوس عليها تنزلك خلاص هتنزلك بالشكل ده عايز انت بتختار الشكل بتاعها يا اما مسلا اه بتزيح ايديها كده يا اما بتجري تمام يا اما برضو ماشي خطوة بخطوة يا اما ماشي بالشكل اللي انت شايف قدامك ده نمبر وان والكلام ده يعني اا اما بتتكلم يعني يا اما بتعايت خلاص يعني عندك اكتر من شكل انت ممكن تركيبه للموميا بتاعتك طيب هنا ده يعني الخلفية دي حد نزل تحت حد بيجع ايجع من طيارة بجع ايجع من اي حاجة فنختار حاجة مناسبة ليها وليكن مسلا اا دي تمام دي كويسة اا انا هاختار يعني الشخصية بتجع فممكن احجاجة شديدة لتحت كده تمام وادوس كده على العلامة دي اللي هي مالتي موف انا هنا بوريك اا شكل الموقع وشغل ازاي ونبقى نشرح بازن اللي الحاجات دي كلها بعدين بقى في الكورس دوس كده على كلمة مالتي موف عشان اعمل حركة دوس كده على مالتي موف تمام دوس كده على كلمة وابدأ اشد يعني هو هيتحرك من تحت الفوق خلاص فانا هابدأ اشد دي كده لحد فوق لاخيرة فوق كده ودوس كده على زهر لي ايه هنا البن التانية فلو شغلت دلوقتي هيبقى الوقت سريع فممكن ادوس كده على البنية التانية دي وشد كده تلت ثواني مسلا او اربع ثواني معندش مشكلة واجي ادوس كده على العلامة دي اللي هي علامة زي ما انت شايفين طالع معايا او نازل معايا زي ما انت حابب يعني دي الفكرة بتاعة الموقع نفسه طبعا اه في حاجات تانية كتير جدا 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 ممكن تدنى على قصة على كده اوريك مسلا امسح ده خلاص انا بشرح دلوقتي على اه يعني الاصدار الجديم هشرح لك على الاصدار الجديد خليني كده مسلا على اللي هو الهوم يعني والكلام ده تمام افتح معايا بالشكل ده ممكن اختار مسلا دي اه او خليني مسلا في دي او خليني في دي طبعا ده سرير اروح جاي هنا اختار الكاركتر تمام مسلا يعني الصبح بدري اللي كان عايز الكاركتر ده اه يجوم من النوم انا خلاص بنيت لنفسي سيناريو دلوقتي فاختار مسلا البنت دي وليكن وايجي ادور على اه البوزيشن بتاعها وهي نايمة طبعا في بوزيشن وهي نايمة اروح جاي بس مصغر الكلام ده شوية تمام اروح جاي جايبه هنا تمام طبعا ده بوزيشن خلاص يعني هيدا الوقت نايمة ده كده فيديو اني مشيش نشغال معاك اجي اه جاي دايس على الاعلامة دي سين تاني واضيف مشهد تاني بعد ما نامت جامت ومشيت فدي نفس الفكرة برضو بتعملها بالاصدار الجديم ده تعال بقى للاصدار الجديد اللي هو احسن بكتير من الاصدار الجديم لو انت فاهم لو انت مش ضعف تتعامل مع الاصدار الجديد فتعامل مع الاصدار الجديد ما عندكش مشكلة تعال بقى هنا للخلفيات دي الخلفيات تظهر معاك هنا كده في تمام نفس الفكرة اللي عليها علامة نجمة دي فدي مدفوعة دي ما انفعش انت تشتغل بيها تمام عندنا هنا الهوم مسلا حاجات وحاجات عادية متاحة معاك دوس كده هتظهر معاك بالشكل ده خلاص طيب انا عايز يا محمد تخش كده على من هنا تمام عندنا اه كتير فيها حاجات مدفوعة في حاجات مجانية بروحتك يعني ولياكم مسلا الكاركتر ده طيب يا محمد انا عايز امشي الكاركتر ده من الاول لحد هنا واخليه اعمل علامة معينة اعمل ايه? اروح جاي جاي بالكاركتر ده هنا خلاص هو كده تمام مية مية معايا ودوس كده على العلامة دي اللي هي اكشن بلاس طبعا هنشرح الكلم ده كله لكن لما تطلبوه دوس كده على اكشن بلاس هيفتح لك العلامة دي دوس كده هنا على دي واختار مسلا وهو بعد مسلا ما يجفنا هيمشي لحد النص. وهيجي في النص وهيعمل لي هاي مسلا. او هاي عيت يا سيدي. ما عندش مشكلة. خلاص. وارح جاي شادت كده هتلاقي فيه سهم او فيه نقط زهرت معي. ايجي في النص كده بالزبط. ادوس على العلامة دي. خلاص. اه انا مش عايز ده. انا عايز ده بس. واطولها معي كده. تلت ثواني. ادوس كده على كلمة. ده المشهد الاول. المشهد الاول. اه مسلا شخص داخل. اه بيمشي عادي ويجي بالنص وروح يعيط. انت بقى حاطة حوالينه. بقى عاية طبعا. وهنشوف الكلام ده بعد كده بازن الله. دوس كده على. طبعا سانيتين وتسعة ثواني. سانيتين وتسعة فاصلة من السانية. طبعا هو هنا احنا مش هطله بتاعه وهو بيمشي. هقاريكو دلوقتي ازاي تحطه بتاعه وهو بيمشي. سهل طبعا. يعني دوس كده على نفسه. خلاص الاول ده. اختار من هنا كده وهو بيمشي. هتجيبه ازاي دور من هنا عادي. مجبار ما بتدوس كده على الكاركتر بيظهر لك بشكل ده. ممكن تختار الماشية دي. ممكن تختار الماشية دي. او الماشية دي او حتى الماشية التعبانة دي. طبعا هو بيعيط فنختار الماشية التانية دي. تمام? دوس كده على تمام? استنى شوية. زي ما نشافين. ممكن طبعا اطول شوية من وقت الفيديو عشان الفيديو بقى طويل معي والدينة دي تمشي معي كويس. فالموضوع سهل وبسيط والله بس لو انت شغلت دماغي. خلاص? بنضيف طبعا سين تانية. هو طبعا اه عيط. خلاص? وبعد ما يعيط طبعا ممكن اعمل كده. اعمل انا عايز وبعد ما يعيط يمشي. فانا مش عايز دي. خلاص? انا ممكن امسح دي. تمام? واخلي بس ايه? احزف احزف لي دي بقى يا معلم. احزف لي دي. خلاص? وخليلي ده. تعالى من ده يا معلم واختار كده ايه? اللي هو بيمشي. انا عايز امشي برضو. هو ده اجيه عيط جال كلمتين وهيمشي. طب هيمشي ازاي داني? نيجي برضو نكرر نعمل للموضوع نفسه. خلاص? اجيب لكم بس اللي بيمشي هنا. فين هو اللي بيمشي? تمام? نفس الفكرة وارح جاي يشده لاخر السطر معايا كده. وارح جاي مطول برضو من وقت الفيديو. بس كده انا خلصت. هدوس كده على العلامة دي. وس كده على تمام? ارح جاي داس على عشان يجيه من الاول خالص. هاستنى شوية لحد ما يعمل معايا للسين. دخل معايا السين الاول واجه في النص. فده لعاية باجا. انت هتبدأ تحط له حوالين منه. هو يعاية بعد ما بيخلص عياط. اه هيمشي. يعني هدراكت بيعاية او. بعد ما بيخلص عياط هيمشي. طيب احنا كده ركبناها غلط. المهم ما احنا هنزبطها. بازن الله في شروحات تانية. عشان بتبني اشكال. طب ممكن تشتغل ازاي? ممكن تعمل اعلان يا سيدي. ممكن تعمل اعلان لي شركة معينة زي مورطك برة. في حاجات اللي برة. ممكن تيجي كده. ممكن تعمل حاجات خاصة بالماركتينج. زي اللي ظهر قدامك دي لو واجبت مسلا على فيديو زي ده بيشتغل معايا. ممكن طبعا استخدم التمبلت نفسه. ما عنديش قدنى مشكلة. حاجة زي كده برضو نفس الفكرة. بتجف معايا وتتكلم حاجة زي كده. طبعا كل الحاجات دي متاحة ليك تستخدمها بشكل مجاني. او تعمل زيها من دماغك. وتبدأ تباعها بقى في مواقع زي فايفر او غيره. هنشرح الكلام ده كله في الكورس بازن الله. بناء على طلباتكو اللي احنا نبدأ بنشتغل عليها بازن الله. لحد كده يكون صوت لنهاية الفيديو الاولاني من الكورس. لو انتم مهتمين لايكاتكو شيراتكو كومنتاتكو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة